في عام 1992 كتب أحد المحامين المتخصصين بقضايا المساواة في أمريكا إن تحقيق المساواة بين الأعراق هدف غير واقعي في المجتمع الأمريكي وإن اتخاذ هذا الهدف غير القابل للتحقق في ظل تفشي العنصرية هو بحد ذاته من مسببات الإحباط واليأس لدى الأمريكان الأفارقة هذا المحامي واسمه ديريك بيل رفع عدة دعاوة منذ الستينيات تهدف لتحقيق المساواة في الحقوق للأمريكان الأفارقة في الولايات الجنوبية خاصة بعد أن وعدت قضية براون ضد مجلس التعليم بدمج الطلاب الأفارقة في المدارس العادية كما نعلم القانون الأمريكي ليس مكتوبا بقدر ما يعتمد على السوابق نتيجة من أحكام المحاكم ومن هذه السوابق قضية براون ضد مجلس التعليم المهم عندما صدرت هذه السابقة القانونية بدأ محامون مثل ديريك بيل برفع قضايا لصالح الأمريكان الأفارقة في الولايات الجنوبية تطلب السماح لهم بإدخال أبنائهم إلى المدارس في البداية واجه بيل صعوبة في أن القليل من الأفارقة كانوا مستعدين لرفع قضية ضد إحدى البلديات أو الحكومات المحلية أو المدارس الأمريكية وذلك خشية الانتقام الذي قد يواجهونه من العنصريين إذا ظهر اسمهم في الدعوة بل كان رفع المحامين بحد ذاته لهذه القضايا مخاطرة كبيرة تودي بحياة المحامي في إحدى المرات لفقت قضية بحق أحد المحامين المدافعين عن حقوق الأمريكان الأفارقة في ولاية تينيسي وهاجمه عنصريون وكادوا يقتلونه المؤسف في مسيرة المحامي ديريك بيل الذي توفي في عام 2011 والذي تناوله موقع فوكس في مقالة أنه لم يشهد تحقيق المساواة الأمريكان الأفارقة التي وعدت بها السوابق القانونية منذ الستينيات وحتى قبل ذلك وبالعودة إلى العبارة التي ذكرتها على لسانه في بداية الفيديو قال بيل صراحة إن نضال ضد العنصرية ينبغي أن يستمر لكن هذا النضال سيزداد صعوبة مع الوقت والظروف التي يعيشها من يتعرض للعنصرية ستزداد سوءا لكنه مع ذلك وصف هذا النضال بأنه تعبير عن إنسانياتنا التي تحيا وتقوى من خلال مقاومتنا للظلم حتى لو لم نتمكن من القضاء عليه العجيب أن بيل أدرك من خلال أرائه القريبة إلينا زمنيا أن النظام السياسي كان مصمما لخدمة ملاك العبيد وما زال مصمما لخدمة الجهات المناهضة للمساواة بيل تحدث أيضا عن تآكل حقوق الأمريكان الأفارقة أو السود وأن ما يملكونه من حقوق مهدد بالتراجع هذا الكلام معاكس لوجهة نظر الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مثلا الذي أعلن في العام الماضي يوم الـ 22 يونيو الذي يلي جونتينث 19 يونيو عطلة في أنحاء البلاد جونتينث يرمز إلى 19 يونيو من عام 1865 الذي علم فيه المستعبدون من الأمريكان الأفارقة بأنهم أعلنوا أحرارا بموجب إعلان تحرير العبيد للرئيس إيبرام لينكن الخطوة التي تخذها بايدن إذن تصب لصالح تحصيل المزيد من الحقوق للأمريكان الأفارقة فما هي وجاهة تشاؤم بيل وغيره من الحقوقيين؟ الأمريكان الأفارقة صارت لديهم عطلة رسمية تحيي ذكرى مسيرتهم النضالية لكن الحقيقة التي يدركها هؤلاء الحقوقيون أنه بعد أسبوعين من إعلان هذه العطلة فرضت ولاية أريزونا قيوداً على التصويت في الانتخابات الرئاسية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأقليات على التصويت ومنهم الأمريكان الأفارقة وعندما نظرت المحكمة العليا الأمريكية في هذه القيود أقرتها وتركت المجال مفتوحاً لولايات أخرى لفرض مثل هذه القيود وهذا ليس إلا مثالاً واحداً من مجموعة من الأمثلة إيان ميليسر الكاتب في فوكس يقول إن مؤشر المساواة بين المواطنين الأمريكان ارتفع بعد الحرب الأهلية مع إعلان تحرير العبيد وبعد فترة حركة الحقوق المدنية في الستينيات لكن السنوات التي تلتتين الفترتين يظهر فيها نمط واضح من تراجع المساواة ومحاولات مستمرة من العنصريين لتقويض ما تحقق من المساواة وانتزاع المزيد من الحقوق وهنا يعتقد إيا أن دائرة أو نمط تحصيل الحقوق ثم انتزاعها مجدداً لا يمكن كسرها إلا بأن ينص الدستور الأمريكي على مبدأ المساواة ويحتفي به على نحو مغاير لما هو موجود الآن الدستور الأصلي الذي كتب في المؤتمر الدستوري لعام 1787 كان دستوراً وحشياً على حد وصفه وكما يصفه حقوقيون آخرون كان عهداً مع الموت واتفاقاً مع الجحيم بعض المواد التي تضمنها الدستور الأمريكي حسبائياً وعدد من الباحثين الآخرين ترسح بشكل غير مباشر فكرة العبودية ومن أهم الأمثلة على ذلك المجمع الانتخابي الذي أعطى الوزن الأكبر للولايات التي كانت تملك أكبر عدد من العبيد كما نعلم أن الجزء الأكبر من المجمع الانتخابي يتشكل من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو على الأقل ما يساويهم في العدد في مجلس النواب يعتمد عدد نواب كل ولاية على عدد سكانها كما هو موجود في الكثير من دول العالم وإذا نظرنا إلى الجزء الذي يتحدث عن مجلس النواب في الدستور الأمريكي وبالتحديد المادة الثالثة من الفقرة الثانية نجد أنها تعطي الحق لكل ولاية بإضافة ثلاث أخماس عدد العبيد الموجودين لديها إلى عدد سكانها إذا كان مجلس النواب يعطي لكل ثلاثين ألف نسمة نائباً وكان عدد سكان إحدى الولايات ثلاثين ألفاً يكون لها نائب واحد وإذا كان لدى هذه الولاية خمسون ألفاً من العبيد يحق لها أن تضيف ثلاثة أخماس الخمسين ألفاً أي ثلاثين ألف نسمة إلى عدد سكانها الأصلي بيصير عدد سكانها ستين ألفاً ويصير لديها نائبان إثنان يمثلان الولاية لكن ما بالطبع لا يمثلان العبيد الذين لم يحق لهم التصويت في تلك الفترة وبالتالي تحصل ولايات التي تملك أكبر عدد من العبيد على الجزء الأكبر من مقاعد مجلس النواب بعد فترة انتزعت الولايات الشمالية من الولايات الجنوبية التي كان الاستعباد فيها متفشياً هذا الحق لكن ذلك لم يمنع الولايات الجنوبية من امتلاك ثقل في صنع القرار السياسي من خلال مجلس الشيوخ مثلاً الذي يضم ممثلين اثنين من كل ولاية هذه الولايات تمكنت لعقود متتالية من المحافظة على أغلبية في مجلس الشيوخ والحيلولة دون أن تفوقها الولايات المعارضة للاستعباد في العدد مجلس الشيوخ كما نعلم له دور أساسي في عملية صنع القرار إذ يحتاج أي قرار لرئيس الأمريكي أو لمجلس النواب لمصادقته طبعاً باستثناء القرارات التنفيذية الرئيس الأمريكي لكن مجلس الشيوخ يحق له إعادة النظر فيها لاحقاً وإذا عدنا إلى المجمع الانتخابي الذي يتشكل من مجلسين نواب والشيوخ نجد أن المحصلة هي أن مؤيدي الاستعباد والعنصريين كانت لهم السيطرة على المجمع الانتخابي الذي يحق له وحده انتخاب الرئيس الأمريكي الانتخابات الأمريكية غير مباشرة أي أن الناس ينتخبون أعضاء المجمع الانتخابي ثم ينتخب هؤلاء الأعضاء الرئيس الأمريكي ومن هذا المنطلق يصف إياً المجمع الانتخابي ومجلس الشيوخ بأنهما ما زال وصمة عار في جبين الولايات المتحدة وفيما يلي سنوضح هذه المقولة أكثر بعد الحرب الأهلية وأصدار الرئيس إبراهام لينكن إعلان تحرير العبيد Emancipation Proclamation صدرت ثلاث تعديلات على الدستور الأمريكي تعلن إلغاء العبودية والمساواة في حقوق المواطنة لجميع الأمريكان والوعد بالمساواة في حقوق التصويت لكن صدور هذه التعديلات مثل غيرها من القوانين غير كاف فهي بحاجة إلى جهة تنفذها وقد أثبتت العقود التالية في مرحلة ما عرف بقوانين جيم كرو أن العديد من الولايات الأمريكية لم يكن لديها استعداد لإلغاء العبودية أو تحقيق المساواة وهي مطالب لم تتحقق تاريخيا حسب ديريك بيل إلا عندما تقاطعت مصالح المواطنين الأمريكان الأفارقة مع مصالح البيض أي عندما كانت هناك مصلحة لدى الجهة الأخرى في توفير هذه الحقوق بيل لم ينفي وجود أشخاص من البيض مؤيدين لمطالب السود لكنه اعتقد أن أعداد هذه الفئة غير كافية لتشكيل تحالف سياسي قوي مع المواطنين الأفارقة وإذا طبقنا هذه المعادلة على الوضع الحالي ما زال الحزب الديمقراطي بحاجة إلى أغلبية ساحقة في عدد من الانتخابات ليتمكن من تمرير أي تشريع يحمي حقوق الأمريكان الأفارقة مثل إعادة إحياء قانون حقوق التصويت لعام 1965 لمقاومة بعض التشريعات التي ما تزال الولايات أمريكية حتى اليوم تقيد من خلالها قدرة الأمريكان الأفارقة على التصويت في الانتخابات وحتى إذا تمكن الديمقراطيون من تمرير هذه القوانين عبر كونغرس كل ما على الجمهوريين أو العنصرين فعله هو رفع دعوة في المحكمة العليا وإقناع القضاة المحافظين أو اليمنيين بإلغاء تلك القوانين كما نعلم أن القضاة في المحكمة العليا غالبيتهم من المحافظين أو اليمنيين ولكن في النهاية لا تقارن العقبات التي يواجهها الحقوقيون اليوم بالتي كانوا يواجهونها بان الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشر أو حركة الحقوق المدنية في ستينيات القرن العشرين لكن الخبر السيء هنا هو أن المدافعين عن حقوق الأمريكان الأفارقة أو السود ما يزالون غير قادرين على تحقيق انتصارات حتى في الوقت الذي يسيطر فيه مؤيدوهم على مجلسي الكونغرس مثل فترة بايدن اليوم رغم أن الديمقراطيين والجمهوريين لديهم نفس عدد المقاعد في مجلس الشيوخ لكن من يمثلهم الحزب الديمقراطي أكثر بـ 43 مليون نسمة ممن يمثلهم نصف الجمهوري من المجلس وهو أمر يدفع ثمنه السود والأقليات العرقية الأخرى أشار دراسة مؤخرا لمؤسسة Data for Progress إلى أن أصوات الناخبين السود أضعف بنسبة 20% في انتخابات مجلس الشيوخ أي في حين أن الدستورة الأمريكية كان يعامل الأمريكي الأفريقي على أنه ثلاثة أخماس إنسان يعامله اليوم على أنه أربعة أخماس إنسان والأمور مرشاحة لأن تسوء أكثر في مجلس الشيوخ تقدر جامعة فرجينيا أنه بحلول عام 2040 سيعيش نصف سكان الولايات المتحدة في ثماني ولايات وسبعون بالمئة منهم في ستة عشر ولاية أي أن ثلاثين بالمئة من السكان الذين سيعيشون في بقية الولايات الاثنين وخمسين سيتحكمون في ثمانية وستين بالمئة مجلس الشيوخ ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني أن المتضرر الأكبر ستكون المدن والولايات التي فيها أكبر عدد من السكان وهذه الولايات المزدحمة هي معاقل الحزب الديمقراطي الذي يضم قرابة 90% من أصوات الأمريكان الأفارقة وتتوقع بعض التحليلات أن الحزب الديمقراطي ربما لن يتمكن من تشكيل أغلبية في مجلس الشيوخ في المستقبل المنظور ويتوقع أن تكون في مجلس الشيوخ أغلبية شبه دائمة للجمهوريين فهل هناك حلول أخرى؟ يمكن الأمريكان الأفارقة تحصيل حقوقهم من خلالها تعديل الدستور، إلغاء مجلس الشيوخ هذان اثنين من الخيارات المطروحة نتركهما لنقاش آخر أراكم في الفيديو المقبل إلى اللقاء